بقولك أكيد كابسايد هارد لك عندنا هدف واحد هو الثلاث نقاط لكن الزروبي بقى لها تأثير بعض الكرات وبعض الأهداف وبعض الكرات اللي احنا بنشوفها أثناء المباراة بقى لها تأثير بعيدا عن الفنيات وبعيدا عن الترتيب وبعيدا عن كل حاجة بتشوفوا الامر ده ازاي كرتين عايزين نتكلم عنهم في البداية كابسايد كرة محمد شريف وكرة اللي وقت من شريف إكرامي ولم تحتسب هدف الحمد لله على كل شيء يعني مباراة طبعا قوية مع فرق أكيد عندها عناصر كويسة وعندها مصر جيدة جدا يعني لكن مباراة احنا عارفين كويسة وانها مباراة يعني تقيلة وفي منتهى القوة وهيبقى فيها ندية عالية يعني اتعرضنا لإصابة محمد هني في البداية لكن مع مرور الوقت يعني حتى في آخر التلت ساعة الأخيرة يعني كنا احنا أفضل واحنا الأحسن وعندنا آآ فرصتين لبواليو وهدف انا انا اشوف انه هدف صحيح يعني وقد نزرب عن عن اي حاجة انا قلت الكابتن جهات جريشة وقلت له انا هزعل منك جدا جدا لو انا قلت الهدف ده صحيح وقلت له كده انا مش هزعل من كابتن طري مجدي يعني لكن هزعل من كابتن جهات جريشة الصراحة آآ شفتها معرفش تقديري تقديري ليها انها عادية جدا يعني احنا بنلعب كورة فيها العنصر القوة والالتحامات المطلوبة والمقبولة والمعقولة جدا يعني في مش هايزاول بقى بنتفرج على على الدوري كازا والدوري كازا والدوري كازا حتى رو بنلعب في الشارع يعني في احتكاج بيبقى مطلوب جدا ومقبول جدا ومعقول جدا لكن انا اشوف ان هدف صحيح مية في المية انا بقول لكابتن جهات نزعل منك مرتين دلوقتي يعني حتى بقى لما شفت كورة آآ محمد شريف طبعا بنلتي بنل لا مش فيها ده هي بنلتي مية في المية محدش يقول مين اللي لعب الكورة خلي بالك بس يعني انا عايز اطلب من بطلب من كل الناس اللي بتتفرج على اللعبة ما تشوفش مين اللي وصل للكورة الاول خالص في كورة محمد شريف ما تشوفش مين اللي وصل فيه مش لا مش مش احتكاك فيه ضرب في انكل الرجل قبل ما الاتنين اصلا يوصلوا للكورة يعني ما تقولش محمد شريف انت هت بتعالي نشوف كده مين اللي لمسه الاول لأ سيبكوا محدش يروح كده عشان ما نروحش لحتة تانية احنا عايزين نشوف في في ضرب قبل ما الاتنين يوصلوا للكورة بغض النظر محمد شريف ومحمد شريف اللي لمسه بس بغض النظر يعني لكن هل كان في ضرب فانكل محمد شريف انكل رجل محمد شريف قبل ما يروح للكورة اصلا قبل ما الاتنين يوصلوا للكورة ولا لأ لو في ضرب طبعا بين التين مليار في المية الغريب جدا ان الواحد حتى هو بيتفرج عليها ما بتاخدش معاها عشر ثواني والله يعني ما بتاخدش بتبع العملية باينا جدا على ومهم مطش قوي جدا مطش يعني بالتأكيد في يعني في العاشر اسابية الاولى من من الدوري لكن فيه قرارات وفيه يعني بعض التفاصيل كده بتدلك افضلية وتدلك ترتيب وبتا يعني و حاجة كويس يعني مش لازم حد يفخد له يعني عشان يعني نقول دي ضرب الجزاء يعني يعني ممكن يبقى فيه ضربه من تحت يعني هذا ما بتكلم على طول في الأمور دي الناس بتاخدوا الأمور بناحية تلا لكن كابت سيد بتكلم في واقع وفي حقيقة وفي حاجات ملموسة أنا تعبت جداً أنا تعبت جداً يعني يعني أنا مش هتكلم في أمور برضو يعني كتير قوي قولك مش من اختصاصك ولا حاجة طيب يعني احنا نروح لأهل الاختصاص يعني مباراة بحجم الأهل وبرمت يعني تخلص إيه ما هتخلص كده هتخلص بجول يعني هتبقى خمسة سفر ستة سفر سبعة سفر يعني صعب جد يعني هي المطشات الكبيرة كده ولا اسمها كبيرة ليه يعني المطشات الكبيرة يعني هي كرة الجل واحد أو كرة الغلطة الواحدة أو كرة الاستغلال الواحدة هو ده هو ده فلما يجي لك اتنين في مطش واحد يعني يعني لكن الحمد لله على كل شيء يعني مشان خلاص يعني عندنا مهمة كبيرة جداً في الفترة اللي جاية بكراً شهر حمد هيب عندنا بسي أر على للصفر بإذن الله وبعد ناتيك تو هنخش معسكر وهنطلع من معسكر على الصفر بإذن الله كسا عملها دي إن شاء الله يعني زي ما محنا تعودينك بسايد الصفحة تقفلت لكن عايزك تنقلها كبسايد هنحن رحين كسا عالم الرغبة إيه والدوافع إيه واللعيبة حتى في تماغها إيه تمسيلنا المشارف ده مهم جداً لكن احنا عندنا إصرار وجمهور النادي الإله عنده حلم إن احنا يبقى لينا الأفضل الرغبة إيه والدوافع إيه إذا كنت نقلل كلام ده كبسايد يعني ترح بطولة ما أعتقدش إن أنت هتقعد تتكلم فيها كتير يعني فيه حاجات كتير أوي أو فيه يعني من الحكم اللي عجباني جداً إن أنت لو هتركز شوية يعني في معلومات عايز توصلها فبتختار وقت صغير أو دقاتين تلاتة بتلمي فيها القصة كلها لأن الحدث فرد نفسه يعني يعني لكن لو هتسترسل بقى ممكن تقعد نصف ساعة خمسة وثلاثين ديالة هتنساها تفتكروا بعد كده معتقدش ان حدث زي ده محتاج ان احنا يتكلم فيه كتير يعني هو فرد نفسه يعني فكل اللعيبة عندها عندها التفكير ده والإيجابي ده بالعكس كمان يعني هنا هكونا دائما بنتكلم معهم ان احنا مش عايزين نفرط في التفكير في خطوة لسه قدامها شوية عشان عندنا مباراة الدوري افهلنا صفحة الدوري وهنخش الاستعداد والصفر بيس تكتيب الاخير للصفر ممكن خاص حقا قلت في بيسي ار بكرة مسحة الفي ريكافري بكرة بنسبة اللعيبة معادل الصفر امتى الفتر اللي جا شافها ازاي واليام القليل اللي جا دي قلين عليك عندنا زي ما قلت لك يعني تمرينا الساعة اشهر وبعد كده هندنا بيسي ار وبعد كده هنستنى ناتيكتو وعلى اصر ناتيكتو ان شو رحمن هنخش مع اسكر هنستمير فيه لحد الصفر يبقى يوم من الجمعة بإذن الله الطيار هتبقى الساعة عربعة بإذن الله هل فقدنا محمد هاني ولا لسه الامر بالنسبة لك والله هنشوف دلوقتي هنعمل آه خلفية يعني وان كانت الامور بتقول يعني مش مش عالية ومش قوية يعني ان شاء رحمن بإذن الله تبقى بسيطة يعني لكن هيا دي الكرة يعني هو ده اللي انت بتتوقعه في اي لحظة عشان كده برجع وقول يعني يعني مش بتلوم على حد ولا بتضغط على حد ولا ولا التحاد الدولي ده يعني بكل اللي فيه والناس العبقرة اللي فيه مش هي مش هيستعين بحاجة مثلا ان انت لو في الدوري لو القرى تخطط المرمى تتحسب يعني انت عايز توصل للفرق اللي بتتعب والفرق اللي بتكتهد وما يضعش حقها في لحظة يعني وبتجيب تقنية الفار عشان برضو تاخد حقك يعني والناس اللي لعبة كورو عارفة كويس قوي ان التفاصيل الصغيرة دا انه لما يكون كسبان واحد سفر وبالعب مباراة كبيرة امكانية الجن التاني بتبقى اسهل من الجن الاول بكتير لان خلاص انت بتلعب فرقة كبيرة فالمساحات هتتوجد على طول الفرص هتتخلق بشكل اكتر واحسن فامكانية ان انت تجيب الجن التاني بقت اسهل بكتير من الجن الاول فالاصل ما تقفش على الاوت يا كابتن سيد ما تقفش على الكورنر يا كابتن سيد طب يا عم انا بقف على جول وبقف على بنت يقف على اي اكتر من كده مش عارف يعني زي ما قلت لك لكن الحمد لله على كل شيء يعني الواحد باخد الموضوع بالراحة خالص من غير اي عصبية لان يعني انت بتعتاد بقعرف لما تكون معتادة على حاجة يعني الاسبوع اللي فات منتكلم عن نفس النظام والنهاردة منتكلم عن نفس النظام بس ارجع اقول باطلب من كابتن ناصر عباس والناس اللي موجودة كلهم يعني او الناس المحلينين التحكمين كلهم تمام محدش في كورة محمد شريف يقول لي مين اللي لعبها تمام محمد شريف اللي لعبها بس محدش يقول مين اللي لعبها انا عايزك بس ايه تصبر ثانية واحدة بس وتوقف صورة كده بالفيديو مش صورة نفسية بالفيديو في ضرب فانكر رجل محمد شريف ولا لا لو في ضرب في رجل محمد شريف اعتقد يعني مش محتاج ان احنا نقعد حتى دقيقتين انت شفتها في عشر ثواني شكرا كل الشكر والتأديف طبعا للكابتن سيد ابن حفيز مدير الكورة بيال النادي الآلي بنوهرد لك اكيد كابتن ايمن بالنسبة لها دي المباركة